اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهرة يا غريب يا مظلوم كربلا صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك عليك وعلى طفلك الرضي المذبوح من الوريد إلى الوريد ليلة العاشر من المحرى إلى كربلا ننتقل بعقولنا بأذهاننا إن شوف الحسين عليه السلام تلك الليلة ماذا صنع أطفاله نساؤه أصحابه إخوته ماذا يقول لمن علت أكبادهم فوق الإناء وقد قضى ساقيه تبدل عيون الغائرات أمانيا وهل القلوب تطيق أن ترثيه نزع الخباء وراح ينعى باكيا فبكى الرضيع لشجو ما يبديه يبكي غليلا والرباب تنوحه هذا رضيعي هذا رضيعي والظمى يكويه سعد الله قلبها أم ترى ولدها الرضيع بتلك الحالة غارت عيونه شفاه ذا بلا بكاء يبكي غليلا والرباب تنوحه هذا رضيعي والظمى يكويه جفت جفت محاجره وما هدأ البكاء وأبوه مفجوع لحال بنيه أخذ الرضيع يشمه ويضمه ولعله يحظى بما يسقيه فرم الرضيع بنبلتين في نحره أي وويلا فرم الرضيع بنبلتين في نحره فتعانق علّى العناق يقيه ذبح الرضيع بحجره فتأوى وأبوه ينعى والبتول تليه وأبوه ينعى والبتول تليه ولدي وداعان اسمع الحسين في كربلاء صوت الحسين يصل إليك ولدي وداعان يا ضياء عيني وهال من بعد عبد الله من أفديه ورمى الدماء إلى السماء منادياً هذا رضيعي يا الله يا رب السماوات والأرض هذا رضيعي ضامئاً أهديه هذا رضيعي ضامئاً أهديه أرضيت يا ربي فخذ حتى الرضا أي والله خذ يا رب حتى ترضى أرضيت يا ربي أرضيت يا ربي فخذ حتى الرضا أنت الحبيب وغاية أرضيه وأتى الخيام يضمه يضمه مستصرخان وآتى الخيام يضمه مستصرخان وآتى الخيام يضمه مستصرخان يضمه وضعي على رأس الذبيح قماطه كي لا يساق به كرأس أبيه يا ناس حتى الطفل مذبوح إلى كربلاء ننتقل مصيبة الطفل الرضيع في المقطع الأول من المجلس ثم في المقطع الآخر ليلة عاشورة وما جرى في عاشورة في ليلة العاشر قالوا حمله الحسين ثم ضربه رجل من بني أساد فذبح الطفل الرضيع من الوريد إلى الوريد يقول الراوي صار الطفل يفر كالطير المذبوح لما أحس بحرارة السهم واعتنق رقبة والد الحسين الحسين وضع يده على منحر الطفل الرضيع لما امتلأ الدمى رمى بها نحو السماء وقال إلهي هون ما نزل بي أنه بعينك يا رب يا ناس يا ناس يا ناس حتى الطفل مذبوح دم دم على زند حسين مسفوح وان اليواسين ويجي نوح قلبي على فرقاه مجروح ذكرت لك أن الطور العاشوري يحزن قلب إمامنا المهدي بل يفرح قلب إمامنا المهدي لأننا نبكي على جد العسين وجاء لأحد الخطباء في المنام أكثر من الطور العاشوري لأن أنا أتأثر بذلك الطور وأصيح معكم وأنادي آه يا جده يا حسين يا ناس يا ناس حتى الطفل مذبوح آه 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 دم 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 على زند حسين مسفوح مع المهدي آه 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 وان اليواسين ويجي وان اليواسين ويجي نوح جلبي على فرقاه مجروح قالوا وضعه الحسين تحت ردائه وتوجه به إلى المخيام خرجت ابنته سكينا ما سمعت صوت أخيها عبد الله الرضيع كان يبكي من شدة العطاش لما رجع الحسين سكينا ما سمعت صوت أخيها ظنت بأن أخاها قد شرب الماء وسكت أبا يا حسين هل سقيت أخي ماء وأتيتنا ببقية قال يا بني خذي أخيك مذبوحا من الوريد إلى الوريد يبويا 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 لطفين للماء أخذت بسهم العد مذبوح جبتا شنه الذنبي أخوي العملتا والماء حاضر ما شربتا جبتا أخذته أمه الرباب قبل قليل كان معها تحمله بين يديها صحيح كان يبكي ولكن على الأقل لما تنظر في عيونه تشوف ولدها على الأقل حي معها لكن الآن عبد الله الرضيع مضمخا بدم الله أكبر أي مصائب هذه حلت بكم يا أهل البيت يقولون ليش نبكي في عاشوراء أي المصائب ألا تبكي ألا تدمع العيون وتدمي القلوب تقل يبني يبني ردوك يبني بسهم مفطوب يالرحيت عن الماء محروم وابكي عليك بقلب مالوم وابكي عليك بقلب مالوم يابني يابني بفرقيتك يكثر نحيبي عبد الله ذو خري ونصيبي يا ضواعيني وحبيبي يابني يابني يا ذبيح الغاضرية أذكرك صبح ومسية يلطف الماء شرب مية هاي الرباب نفسها ليلة الحادي عشر لما عرض عليهن الماء أبت أن تشرب كيف أشرب والدي مات عشان قتلوه ضمآن وفي تلك الليلة بعدما شربت زينب افتقدتها أين الرباب وإذا بها تسمع أنينا وبكاء من إحدى الجهات توجهت وإذا الرباب حامل ولدها الرضيع تقبله تشم رباب هذه قالت بلى بلى سيدتي ما الذي أخرجك في هذا الليل تقل للها يا زينب أنا جيت رضع ابن الماشر بماء ابني مات مقتول عشان أنا جيت أنا جيت أرضع ابني الماء شرب ماء بل شن يزين بيسمع نداي ويقوم روحي ولبت حشاي ويقوم روحي ولبت حشاي ما يعتم ما يعتم للحزن ننصب ونبني ونبني في جعني حرمل بطفلي ونبني ونبني الطفل عادي في طمون ونبني ونبني ينفتم يا ناس بسهام المنية انفتم يا ناس بسهام اي المنت وست الصواوين نايم ضو العن يحلع لك النوم يا صغير الاسنين يا يم وياك أردحك هاليوم أردبث شكواي واشكيلك هموم أمك يا محبوب وتوسلك قوم ما أحمل جفاك يا أغلى البنين يا أغلى البنين راسك المطبور ما حرقيته شعرك أشوفه شو دم ليته خدك يا ولدي صابغ لقيته أحمر والعيون غمضهم البن قلب أمك عليك ينتحب وينوح ما ترد على أمك يلماخذ الروح ألقى الصبر وين وولادي مذبوح يا حسرة عليك بين الميامين بين الميامين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد ورد عن الحسين عليه السلام أنه أرسل كتاباً إلى بني هاشم بعد خروجه من المدينة يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بيس تشهد ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام بداية نعز إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان بمصيبته بجده الحسين صبت النبي ونسأل الله قبول الأعمال وقبول الطاعات وجزاكم الله خير الجزاء كل من يسمع هذا المجلس كل من يشاهد هذا المجلس أرجع إلى الوصية والرسالة التي أرسلها الحسين إلى بني هاشم وهي كلمات قصيرة من لحق بيس تشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح أو لم يبلغ الفتح بوقفة تأمل دقيقة عند هذا الخطاب وهذه الرسالة المختصرة نعرف أن في حركة الإمام الحسين عليه السلام أسرار لا يعلمها إلا الحسين عليه السلام لا يعلمها إلا الحسين ومن فهم أهدافه وأطاع أمره وسلك مسلكه فقوله من لحق بنا استشهد واضح الدلالة صريح ما يحتاج إلى شرح من لحق بنا استشهد أن الحسين عليه السلام ذاهب للشهادة لكي يضحي بدمه في سبيل الله وهذا واضح صريح أما قوله من تخلف عني لم يبلغ الفتح فلا يمكن أن نفهم أن الفتح المقصود هو الفتح العسكري والانتصار العسكري لأنه كان يصرِّح في أكثر من موقع خلال مسيرته من المدينة إلى كربلاء بأنه لا محالة مستشهد هو وأصحابه وأهل بيته إذن من لحق بنا استشهد إذن لا بد أن يكون الفتح الذي قصده الحسين عليه السلام غير المعنى الظاهر للكلمة الذي تدركه الأبصار كفتح القلاع والمدن وغير ذلك إنما المقصود من الفتح معنى أبعد غورا وأشمل معنى وأعمق أثرا من الفتح الظاهر المتبادر إلى الأذهان المقصود من كلام الحسين من تخلَّ فلم يبلغ الفتح هو الفتح والنصر الذي حقَّقه بدمه عليه السلام وثبَّت قواعد الدين والإيمان وأعاد الرسالة إلى أصالتها ومهَّد الطريق أمامها لتأخذ طريقها إلى القلوب والنفوس والأرواح نقيةً خالصةً من كل ما ألصق بها من الشوائب وما نسبه بنو أمية للإسلام من الأكاذيب والإفتراءات والتحريف بما حرَّفوه على ألسنة الوضَّاعين على رسول الله صلى الله عليه وآله فالحسين بدمه نسف كل الصروح التي بناها معاوية ويزيد وأراد بها دفنة عاليم رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الله يأبى إلا أن يُظهر دينه كأن الحسين أعلن لبني هاشم أنني سأحقِّق النصر بالشهادة سأنتصر على الطاغوت بدمي المسفوح لأُعيد للإسلام ولأُعيد الإسلام إلى مساره الصحيح الذي أراده الله وبالتالي فإن الفتح الذي تحدَّث عنه الحسين هذا هو حقيقته وهذا هو معناه المعنى أن الحسين عليه السلام بدمه وبدم إخوته وأهل بيته وأصحابه وسبعياله ورأسه المرفوع على أسنة الرماح رفع الرسالة عن مستنقع التحريف والتبديل وأزال العوائق القائمة في طريق الدعوة النبوية الشريفة على مختلف الأصعدة فكرياً، سياسياً، اجتماعياً وهذا هو مصداق قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين حسين مني، حسين بن فاطمة بنت رسول الله، من رسول الله ولكن أنا من حسين، هذا هو المعنى هذا هو المعنى لولا دماء الحسين لضاع شيء اسمه إسلام لولا تضحيات الحسين لضاع الإسلام لوصل إلينا إسلام كإسلام معاوية ويزيد والوليد وفلان وفلان هذا الإسلام اللي بيجي يزيد بيصلي بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو مخمور وهو يقول هل أزيدكم؟ هذا الإسلام الأموي الحسين استطاع بدمه أن يفضح بن أمية فضح المشروع الأموي المشروع الأموي الذي تم الترويج له باسم الإسلام أبو عبد الله الحسين عليه السلام أعاد للأمة حيويتها وللحقيقة وهجها ورسخ دعائم الهدى وهذا ما أشار إليه الإمام زين العابدين عندما سئل بعد كربلاء من الغالب؟ من المنتصر في كربلاء؟ أبوك؟ أم يزيد بن معاوية؟ فقال عليه السلام لمن سأله إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب إذا إجا وقت الصلاة واسمعت الأذان سعتها إعرف بأن أبي الحسين هو الذي انتصر في كربلاء لأن الأمويين أرادوا أن يمحوا ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث يشير إلى أن بني أمي ويزيد أرادوا غلق باب التوحيد بدهم جاهلية أرادوها جاهلية لكي يبقوا على رأس الدولة والحكم أرادوا نشر الشرك والكفر والنفاق فأبطل الحسين مخططهم وثبت التوحيد وفاعليته ليقول للناس أن دماء أسرتي ستغلب وستنتصر يا أبا عبد الله في ليلة العاشر نرفع صوتنا عالياً يا حسين إذا كان الأمويون قطعوا وريداً منك يوم الطف فإن وريدك إلى هذا اليوم نابض بالحياة إذا استطاع الأمويون أن يقتلوك فإن لسانك يغرد إلى هذا اليوم لسانك في بقاع الأرض يهتف هذا اليوم والله لا أعطيكم بيد إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد إنه العنفوان الذي لا يموت ولن يموت صوتك يا حسين ذل عروش الظالمين أبناؤك ساروا على دربك وخطوا طريقك وهكذا علماؤنا الكبار فهموا كربلاء الفهم الصحيح يا أبا عبد الله لقد جسدت شخصية جدك رسول الله وأبيك علي بن أبي طالب لقد قلت كما قال جدك رسول الله والله إن وضعتم الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه حتى يظهره الله أو أهلك دونه لقد عُرِضت عليك الدنيا وما فيها لكنك أبيت ذلك أردت مصلحة الإسلام والمسلمين يا أبا عبد الله لقد سار على نفس الخط وسلك نفس السبيل علماء مجاهدون علماء كبار فهموا قضية الحسين الفهم الصحيح ومنهم الإمام القائد المغيب الإمام موسى الصدر وقد جئت ببعض من كلماته أعاده الله تعالى ننشوف كيف فهم الإمام الصدر أعاده الله قضية الحسين يقول إن الإنسان المعاصر هذا الكلام بالسبعينات يا إخوة ويا أخوات إن الإنسان المعاصر عندما ينتبه أن معركة الحسين مرتبضة بالماضي والمستقبل يقف فيصنف نفسه يقف أمام جبهتين يعني الإمام الصدر يريد منك أن تحدد مصيرك أنت مع الحسين أم مع يزيد بن معاوية مع جبهة الحق المتمثلة بالحسين أو جبهة الباطل المتمثلة بيزيد بن معاوية وعبيد الله وعمر بن سعد لأن هناك في كل عصر هناك حسين وفي كل عصر هناك يزيد وحسين هذا العصر الإمام القائد الخامنئي المفدَّى الذي هو نعمة إلهية عظيمة من الله بها علينا الإخوة لما التكفيريين سيطروا على قسم كبير من سوريا ووصوا إلى بعد خمس كيلو متر من السيدة زينب قال لهم الإمام القائد أسرعوا وأنجدوا ودافعوا عن مقام سيدتكم زينب يرسل الحاج قاسم سليماني إلى العراق لكي يهيي الساحة هناك لمقاتلة داعش أيضاً الإمام القائد نعمة كبيرة جداً علينا نعمة كبيرة جداً الإمام الصدر يقول إن الساحة الحقيقية التي ولدت فيها عاشوراء هي ساحة القيم الإنسانية التي لا تنفصل عن الإيمان أما أبعادها فإنها تمتد مع الإنسان مع حياته أينما كان ومتى يكون تحطم جدران سجن ذاته كلام عظيم وتربط بينه وبين بني نوعه وتخلق منه وجوداً كبيراً يفوق حدوده الزمانية والمكانية هذه الكلمات غاية في التألق يعني الإمام الصدر يقول إن الحسين يريد منك أن تنصر الحق أينما كان مش بس في بلدك يعني إذا كان هناك مظلوم في صنعاء فعليك أن تنصره مثلت بصنعاء لأنه هذه مظلومين هاو الجماعة مظلومين ظلم كبير نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم إن شاء الله هذا الإمام الصدر هذه هي كلمات الإمام الصدر أعاده الله ورفيقيه وأخويه علينا أعاده الله إلى ساحة مقاومته وجهاده ونسأل الله عز وجل أن ينصر هائل أم إن شاء الله إلى ليلة العاشر من المحرام إلى كربلا نتوجه جميعاً أحداث حزينة أليمة كسرت قلب الحسين ليلة عاشراء هي ليلة زينب إلى هناك إلى أرض الطف حيث الحسين وأصحابه وإخوته في الخيام الرواية تقول لهم دوي كدوي النحل وهم ما بين مصل ما بين قائم وراكع وقارئ للقرآن وجز الله إخواننا القيمين على هذا المجمع وعلى هذا المجلس اللي جاءوا إلينا ببعض الخيام تشبيه لخيام كربلا نشوف هاي الخيام وننتقل إلى هناك إلى أرض الطف النساء في الخيام زينب في الخيمة الأطفال العطاشة زينب تسأل النساء عن الحسين أين الحسين لأن كل واحدة عند عزيزها ليلة وعلي الأكبار رملة والقاسم الرباب تحمل عبد الله الرضي سكينة عند الحسين أما زينب فالكل يخصونها إخوتها أبناء إخوتها إثنين من أولادها في كربلا كانت تنتقل من خيمة إلى خيمة افتقدت الحسين يا سكينة أين أبوك؟ قالت لها إنه في تلك الخيمة أفرد خيمة لنفسه يتعبد بها دخلت عليه وجدته يصلي يركع يقنوط يسجد زينب تحدق في وجه الحسين الحسين أحس بصوت عنده أكمل صلاته ثم التفت وإذا بزينب عليها السلام إلى جانبه والدموع تتقاطر على خدودها قال لا لا يا زينب لا يا بنت علي وفاطمة أتبكين هذه الدموع عزيزة علينا يا بنت الزهراء الشيخ الوائل يقول شال من ديل من جيبه ومسح دموع أخته الحوراء زينب كنت ما ترضى من أبكي وتنشف دمعت من تسيل أخي كيف لا أبكي وأنت مفارقني غدا تغد اليوم ما تجد رسول الله اليوم ما تت أمي فاطمة اليوم ما تأبي علي اليوم ما تأخي الحسان ليت الموت أعدمني الحياة ولا أراك مخضبا على تربة كربلة الحسين عزاها أخي تعزي بعزاء الله يا زينب لقد مات جدي وأمي وأبي وأخي وهم أفضل مني اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون قالت له أخي أبا عبد الله كيف الصبر على فراقك قعدي قبالي ضنوة فاطمة ومهجة علي أقرأ لك الأبيات أنت شوف هاي الخيمة اللي فيها زينب والحسين الحسين يخاطبه قعدي قبالي يا سلوة فاطمة ومهجة علي خلي عيونك خلي عيوني من عيونك بالله يختي تمتل نذكر أيام الطفولة آخر ليلة نذكر أيام الطفولة وياك يا باقي هلي وراح تشوف السهام يختي بكربلة ولا مارد كبدتي حسين يا حسين حسين يا حسين بعد بعد يا حسين تذكري أمن البتولة ولا ظلاعم كالسرى ضربة المحراب اش سوت بها متحيدرى كبدخون الحسان يختي بالطشت منتنثرى وراح تشوف الشمير تتحمل هاي الكلمة يا من تسمعون يا من تشاهدون وراح تشوف الشمير بسفة يقطع رقبتي حسين لا تخجن حتى لو كنت في بيتك مع أطفالك مع جيرانك مع إخوتك صح معي حسين يا حسين بعد بعد مصائب أخرى أعظم مصيب يا زينب من هساي المدمعي ما هو من ذبحة أخواني ولا هو يختي مصرعي ما أنا متصور يا زينب تدخلين على دعي يشتمق بالك أبونا يظل هشم لثتي بعض المراجع العظام كان عنده قارئ عزاء يقول هذا المرجع أو يقول هذا الخطيب لما وصلت إلى قولي ودخلت زينب قال بالله عليك لا تكمل لا تكمل ما أستطيع أتحمل لما أراد أن يقول ودخلت زينب على مجلس وبيد الله ما أنا متصور يا زينب تدخلين على دعي يشتمق بالك أبونا يظل هشم لثتي يظل هشم لثتي وادعيني وادعيني يلا يا زينب تعالي وادعيني شمي شمي نحري يلا يا أختي وقبليني يلا يا أختي وقبليني وادعيني وادعيني وداعي لمفارق حبيبا شالغريب ويا الغريبا واستعدي للمصيبا وادعيني قال هوا بار سكيبا قالوا بزايد نحيبا ساعة وداعك عجيبا يا أختي صبري من أبقع الغابر رميا ضامي ودمومي جريا صبري سكن ورقيا يا أخوي يا ألا تفارقني ترى مقدار على بعدك أشوفك منذ بحظامي بخضب بدماشيبك تسأله زينب أخي أبا عبد الله أصحابك سألته عنهم قالوا والله لقد بليتهم فلم أجد فيهم إلا الأسد الضرغام الذي يستأنس بالمود كاستئناس الطفل بين يدي أمه نافع ابن هلال كان مار من أمام خيمة الحسين سمع زينب عليها السلام أسرع إلى حبيب ابن مظاهر يا حبيب إن سيدتك زينب خائف هذه الليلة ما الذي سمعت يا نافع أخبره حبيب جمع الأنصار احملوا سيوفكم يا أنصار الحسين احملوا سيوفكم ليش يا حبيب إن سيدتكم زينب خائف هذه الليلة حملوا السيوف توجهوا نحو خيمة الحسين صاح حبيب بأعلى صوته زعيم الأنصار السلام عليكم يا عزنا ويا فخرنا السلام عليك يا زينب أبو الفضل صاح من خيمته وعليك السلام يا حبيب ماذا تريد يا حبيب قال يا أبا الفاضل قل لأختك زينب هذه سيوفنا لا نغمدها إلا في رقاب أعدائكم يعني طمئني يا زينب إلا حسين الحسين قال أخيه قومي وكلميهم وقفت أمام الستار يا أصحاب أخي أنسبوني معرفة من أنا أنا ابنة الضارب بالسيفين أنا ابنة الطاعن بالرمحين أنا ابنة من صلى القبلتين وهاجر الهجرتين ذاك أبي أبي الحسن والحسين الله الله بنا يا محيين الليل بالعباد أبو الفضل يخاطبها زينب تخافين وأنا معك يا نور عيني اتقل مدري مدري يا أخو يا مدري وأنا خايف ينهتك ستري بارك الله بهذه الدموع بارك الله بكم مدري مدري وأنا خايف وأنا خايف ينهتك ستري يا أبي الفضل ليتك رأيت زينب يوم عاشور عصر عاشور ليلة الحادي عشر ليتك رأيتها وهي تنادي وعباس بعد بعد عندك استعداد للمصائب للمآسي ليلة عاشورة فرق كل هذا الألام اللي ما يستطيع يبكي يتباكى زينب راحت إلى خيمة أبي الفضل العباس هاي الأبيات مطلوبة قالت أبي الفضل اعطني كفك يا أخي ابن والدي هاي الكف اللي وضعها بيد أبوك أمير المؤمنين يوم استشهاده وأوصاك بأختك زينب أعطني كفك يا أب الفضل أمسكت كفي أخيها العباس نظر إليها سامحيني هاي أبيات مخلدة أبيات مخلدة كثير من الإخوة والأخوات قالوا ليش ما قرأت هاي الأبيات في مجلس العباس الآن وقتها سامحيني سامحيني عن نهر لطحتي ساري ويميني سامحيني هذه آخر ليلة ما بينك وبيني يمي الأحزان حاني لي وداع هذا حكم الله وعلينا أمر جاري يختوي الليلة أعتذر جيت أرجو مني كان تقبلي اعتذاري أقسم عليك بظلع ضلع الزكية أقسم عليك بكسر ضلع الزكية خاف أكون مقصر بحقك علي حلليني وعذريني خاف أروح ما أراد لا ترتجيني سامحيني عن نهر لطحتي ساري ويميني واصطي لخيام يا زينب منت سمعين بالعطش تتعالى صرخات اليتامة صبري لطفال لا ينوحون سعى والعباس يرجع بالسلامة وعدت عبد الله واسكنه ورقيا كأنه يوم العاشر أجلب الماء وشربهم بداية تعرفيني أفديني لكني شبد العمد صوب جبيني سامحيني عن نهر لطحتي ساري ويميني زينب عليه السلام ما نامت تلك الليلة تنتقل من خيمة إلى خيمة يقول الراوي في نصف الليل خرجت إلى خلف الخيام انظر انظر بعين القلب سيدتك زينب ليلة العاشر خرجت إلى خلف الخيام ما يشوفها أحد من إخوتها دموعه على خدودها تحدق في نجوم السماء تخاطب الليل يا ليل طوّل ساعاتك يا ليل أحمل آهاتك لو ودعتي لويليان تتولاني العيدوان كل من يسمعني يواسي زينب عليه السلام لا تستحوا لا تخجلوا في بيوتكم مع أبنائكم الكل يشارك يا ليل طوّل ساعاتك حرمنا من الحضور لكن لم نحرم من الأجر إن شاء الله يا ليل طوّل ساعاتك يا ليل أحمل آهاتك لو ودعتي لويليان تتولاني العيدوان طوّل يا ليل يا ليل الودايا إش ما تطول وياك ساهر ما أمال مني البواكي يا زينب يا زينب يا زينب ما أمال ما أمال مني البواكي حتى لو تعمى النواظر حسين يا حسين يا حسين حسين بس هالليل يمي ما تشوف عيوني باشير صدّقني يا ليل القهر خايفة من شباح القدر وخايفة أظل مكسور خاطير يا ليل ارحم دلّالي يا ليل ضاعة أمالي يا ليل يا ليل يا لي يا ليل يا ليل أحمل أدّع تلو يا ليل يا ليل العقيلة زينب المعروف خدري طولي ما واحد الشافة ولا ستير يوصلي الستري يا أخوات اسمعوا هذا الكلام طول زينب لم يراه أحد سترها لم يره أحد سترها معروف لا أحد يوصلي ستر زينب أنا يا ليل العقيلة زينب المعروف خدري طولي ما واحد الشافة ولا ستير يوصلي الستري لكن يا ليل اش بديا سلميت للقدر أمري دمعتي يبسان بنجفين من يطور نصباح الحزين يعني من يجي الصباح بطفال وبعيل امتحين والله والله ما ينحمي الصبري يا ليل كافي ترأو يعني يا ليل صبحك يفجاعني لوني زلولى الميدان تيت والاني العيدوان وأختم هذا المجلس بالدعاء اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني زيارة الحسين بالوجيه حسين أسألك يا إلهي وغربته ارزقني بالدنيا بحياتي بحبته وزيارته وبكل قلب مؤمن موالي قذفت سر محبته ربي لاتنسيني أباد لحظة ذكر مصيبته في الحاشر تنجيني وجاهة الحسين اللهم ارزقني زيارة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين ربي لا تسلبني حبه وخدمت الآخر حدود ربي وارزقني الشفاعة واجفت بيوم الورود خلي قلبي بذكرين بيض ولحظة عن لحظة يزود بنفسي وبأهلي وبنيني لجل خليني أمود بالحق ثبتني على هدى الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني زيارة الحسين يا الله ارفع هذا المرض وهذا البلاء عنا لزيارة الحسين عليه السلام إلهي أسألك وأدعوك وأقسم عليك بلا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله أن تعجل لوليك الفرج وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه اشف كل مريض رد كل غريب فك كل أسير وسجين احفظ إمامنا وقائدنا ولي أمر المسلمين احفظ الجمهورية الإسلامية أبعد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين احفظ بلدنا هذا اجعله آمنًا مستقرًا مطمئنًا أنصر مجاهدين في كل مكان ارحم أمواتنا أموات السامعين الحاضرين الإخوة جميعًا والأخوات تقبل أعمالهم اشف مرضاهم ارحم أمواتنا وأمواتهم لروح الإمام لأرواح الشوداء لأمواتنا جميعًا على نية نصرة المجاهدين الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة